اشتركوا في القناة 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 والتخزين ولتجهيز التوم بالتفصيص ثم تعبئة المنتج النهائي بعد التأشير كهرباء ومية لابد من توفرهم العمالة يحتاج هذا المشروع الى عمالة لتقل عن 3 عمال والافضل والارخص بنات او سيدات لفرز التوم وتفصيصه وتلقيم المكينة ثم تعبئة بعد التأشير ويقوم صاحب مشروع بالاضارة وشراء المواد الخام والتسويق للمنتج وتوزيعه وسيلة نقل سيارة او تريسيكل لننقل المنتج المادة الخام اللي يتوم للمصنع او ننقل المنتج النهائي للاسواق وللمطاعم وما شبه ذلك الترخيص سجل التجاري وبتقدر بها وبتقدر صحية اللي عاملين وسوف اترك لكم في الاي فوق وفي صندوق الواصل فيديو سابق للقناة عن كالفية استخراجهم بنفسك بدون اللجوء الى محامة او محاسق قانوني متطلبات المشروع المشروع لا يحتاج للكسيم ولا المتطلبات والادوات المطلوبة للبدء في المشروع ومتطلباته كالقاتي مكينة تأشير التوم ونشرح بعد كده ازاي نجيبها واسعارها المادة الخامة التوم وبرضه نشرح كيف يترحصل عليه طولات خشبية او حديد لوضع التوم عليها لفرزه وتفصيصه وتعبئته بعد التأشير اطبق فويل ورول ستريتش واكياس بلاستيك لكي ان نقوم بتعبئة التوم وتغليف المنتج طبقا لما موضح بالفيديو مكينة فاكيوم لزيل الموضحة في الفيديو لسحب الهواء من الاكياس والحامل الكيس ودي متوفرة في السوق العربي وعلى موقع عليكس بريس وامازون وهترك لكم رابط الشراء في اول تعليق مسب اماكن بيع تأشير التوم وسعرها ومواصفات يمكنكم الحصول على الماكينة اذا كنت من خارج مصر من موقع عربابا وسعرها على موقع عربابا من مئة وخمسين الى تونممية دولار والسعر حسب القدرة الانتاجية في الساعة وليه كذا موديل اختار الموديل اللي نسبك وهترك لكم رابط الشراء في اول تعليق مسبق اللي هو انت بقى من مصر فيمكنكم الشراء من اكتر من شركة محلية ومتوفرة لديها الماكينة بضع حضرة وسعر الماكينة حسب القدرة الانتاجية في الساعة مثال في ماكينة طاقة انتاجية عشر كيلو في الساعة كهربطها عن تين وعشرين بولت ابعدها خمسين سنتي في اتنين وعشرين سنتي في اتنين وعشرين سنتي مصنعة بالكامل من الستان لستيل الغذائي وزنها تمانية كيلو ونص سعرها سبعة تلاف وتلتمية جنيه هترك لكم اسم الشركة في اول تعليق مسبق وهناك شركات اخرى تبيع مكينات بقدرات من تلاتين كيلو جرام الى تلتمية كيلو جرام في الساعة بأسعار من خمسة وتلاتين الف انتاج التوم بعد الغصين وتحتال مصر المرتبة الرابعة في الدول المصدرة للتوم عالميا بيتم زراعته كميات كبيرة وتم استخدامه في العديد من الاغراض الغذائية والطبية والصناعية وتتميز مصر بانتاج التوم زل جودة العالية ولديها سمعة جيدة في سوء التصديق يعتمد هذا المشروع على حصاد محصول السوم والذي يبدأ في اخر شهر فبراير الى اخر شهر مايو وبيكون اسعاره رخيصة وهذا الموسم تروح سعر وقت الحصاد ما بين 10 تلاف الى 15 الف جنيه للطن يجب اختيار النوع الجيد من سمار التوم يجب التواصل مع المزرعين والتعاقد معهم على الزراعة للمصنع وتقديم الشتالات الجيدة لهم لزراعاتها واستلام محصول وقت الحصاد بسعر السوق يتم تجميع التوم وتكفيفه لمدة شهر ثم يلي فطرة التصنيع الانتاج والمبيعات والارباح بيمر خط انتاج التوم وتأشيره وتعبئته بالمراحل الاتية بيتم فرز التوم الورد للمصنع وتجنيب السمار الغير مناسبة تفصيص التوم الى فصوص عن بعضها تأشير التوم بيتم التأشير بالماكينة التي امامك في الفيديو فرز التوم الى ثلاث انواع بعد التأشير حسب الحج ويصنف الى التوم كبير وتوم وسط وتوم صغير وتم بيع التوم الكبير والمتوسط للماركت والعبارات والمطاعم اما التوم الصغير يتم فرمه وتعبئته وبايعه مفروم سعر العبوات 125 جرام طبعا من 15 ل20 جنيه يعني الكيلو بين 120 ل160 جنيه عما بان سعره كان 10 1000 جنيه وقت الشراء ولكن تتخيل الربح في الطن بعد خصم سعر الخام والعمالة والمصاريف الاخرى كيفية تسويق منتج التوم المقاشر يمكن تسويق منتج التوم المقاشر عبر العديد من الاساليب الفعالة منها تسويق للصور الماركت والايبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة والمطاعم وخصوم محلات الكشري والفنادي والكفاءات التي تقدم مجابات غزائية اطلاق موقع اكتروني لعرض المنتج وخدماتنا وطرق التواصل حيث يمكن العملاء طلب المنتج عبر الموقع باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وانستجرام وتويتر وغيره من الموقع وعمل اعلانات مدفوعة عليها ارسال عينات من المنتج للعملاء المحتملين والمراكز التجارية ومراكز بيع الجملة تقديم عروض ترويجية وخصومات واسعار تنفسية للعملاء تقديم هدايا وعينات مجانية يتم إنشاء علامة تجارية قوية للمنتج وتحفيز المستهلكين على البقاء على اتصال بالجودة والأداء المتميز لنا في الآخر اتمنى اكون شرحت الفكرة بشكل مبسط وإذا عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وتشير الفيديو لأصدقائكم وجربتكم واشكركم على حسن اتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح ولا تنسونا في دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة